تتزايد حاجة الطلاب للمستلزمات المدرسية مع بداية كل عام دراسي وما يرافقها من عجز ألاف الأسر عن الوفاء بالتزاماتها إلا أن حضور الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دعم الطلاب مثل بادرة أمل وفرصة لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم وكان لجمعية الوصول الإنساني دور في توزيع الحقائب المدرسية خلال هذا العام توزيع الزي والحقيبة المدرسية للطلاب المستهدفين من مدارس مديرية الغيظة هذا المشروع يأتي بتمويل من جمعية الوصول الإنساني فرع المهرة من أجل الاهتمام بهذه الفئة وطبعا توزيع للفئات الأكثر احتياجا في داخل المجتمع من الطلاب الذين لا يمتلكون الزي والحقيبة المدرسية وهذا يأتي طبعا ضمن المشاريع التعليمية التي تقوم بها المحاولة الجمعية في محافظة المهرة اهتماما بالتعليم دعم لم يقتصر على ذلك فحسب بل شملت تمويل توفير أزياء مدرسية لأبناء الأسر الفقيرة والنازحة والتي كانت تواجه صعوبة في شرائها نتيجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى الطالب التعليمية توزيع الحقائب المدرسية والزي المدرسي لمجموعة من الطلاب والطالبات لعدد من مدارس مديرية الغيظة محافظة المهرة والشكر لجمعية الوصول الإنسانية على تقديمها هذا الدعم للطالب ورسم الابتسامة في فقوه الطلاب والطالبات ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي نمر بها جميعا فهذا يساعد الطالب على مواصلة التعليم وحصوله على أبسط حقوق له ومع استمرار مثل هذه المبادرات لدعم قطاع التعليم في المحافظة ثمت مطالبات واسعة للمنظمات المانحة للقيام بدورها اتقاه المجتمع وتقديم المساعدات لآلاف الطلاب لتقاوز الصعوبات التي تواجه أسرهم في توفير أبسط الاحتياجات المدرسية أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر